وكأنهم على أرض من زجاج يتحرك الأمريكيون والإيرانيون في العراق بخطة بطيئة وحذرة فهنا الخطأ الأول ربما سيكون الأخير قوات أمريكية توسع انتشارها في العراق لأسباب عديدة صرح عن إحداها دونالد ترامب مراقبة إيران وعلى بعد مسافة قليلة ينتشر مسلحون إيرانيون أو أذرعهم طامحون يزاحمون الأمريكيين على أرض عراقية تعاني الأمرين منذ أكثر من عقد ونصف حتى بدت البلاد وكأنها تحتضر وبصرف النظر عن الموقف الحكومي الظاهر وكأنه آخر المسؤولين للمعنية الأول فإن الولايات المتحدة عازمة على البقاء في العراق لذرائع وأسباب عديدة إحداها افتراق المصالح مع إيران السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سليمان قال إن أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق لتقديم التدريب والمشورة للقوات الحكومية وبطلب من الحكومة في بغداد مؤكدا أن البلاد تواجه تهديدات جدية من فصائل مسلحة خارجة عن سلطة الدولة فرضت سيطرتها على العديد من مناطق البلاد تصريحات سليمان العلنية تزامنت مع مفاوضات سرية قائمة منذ أسابيع بين حكومة عبد المهدي وواشنطن لنشر وحدات من الكوماندوس في العراق بحسب ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن ضباطا كبارا زاروا مؤخرا عدة قواعد من بينها عين الأسد لتحديد الممكن من توسيع العمليات الأمريكية هناك لينسجم مع التحرك في سوريا مضيفة أن كبار الضباط والدبلوماسيين الأمريكيين قالوا إن تصريحات ترامب قد تقوض المفاوضات الحساسة الجارية في العراق بإثارة الخوف لدى الحكومة في بغداد من أن تكون هذه الخطوة شكلا من مراقبة إيران وقد لا يأخذ الكثيرون مهمة مراقبة إيران سببا أولى لبقاء الأمريكيين خصوصا مع استحضار حديث ترامب عن قاعدة أمريكية كبيرة ومكلفة أنشئت في العراق فلأي غرض بنيت ولأي وقت ستبقى تساؤلات لا يجيب عنها أحد من أركان السلطة في العراق لكنها تحيل إلى خصمين وهم قاب مواجهة أو أدنى برأي البعض إن حصلت فسيندلع صراع مجهول الملامح في بلاد أخفت الحرب ملامحها ترجمة نانسي قنقر